اشتركوا في القناة اقول لا ادري اقل شي لابد ان نضبط شرح مختصر الكان اليمان الستة تريد تكون مؤمن كيف انت لا تعرف شرح الكان اليمان ما معناها كيف احقق اليمان ان تؤمن بالله اليمان بالله يتضمن اليمان بتوحيد الربوبية والالوهية والاسماعي والصفات وتؤمن بوجود الله لان هناك من ينكر وجود الله اصلا سبحانه وتعالى طيب ما الادلة على وجود الله الادلة على وجود الله كثيرة جدا لا حصرة لها يمكن ان نجمل الادلة في اربعة ادلة عقل نعم عقل عقل لا يمكن ان يأتي عاقل وينظر في هذا الكون البديع الاولابد ان يثبت ان لهذه المخلوقات خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى ام خلقوا من غير شي ام هم الخالقون الثاني الحس تكون في كربو شدة ترفع يديك للسماء تقول يا رب فرجها تنفرج دليل محسوس ترى بعينك قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على منبر عليه الصلاة والسلام من على منبره الا ولحية النبي صلى الله عليه وسلم تقطر معا هذا دليل محسوس ملموس رأوا الصحابة رأوا الصحابة تخرج من وراء سلع الثلاثة الذين اطبق عليهم الغار اخذوا يدعون الصخرة تنفرج الأول الثاني تنفرج الثالث خرجوا يوم شون دليل محسوس ملموس الرابع هذا مهم لكم الفطرة كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوداني او ينصراني او يمجساني بتعلم اللغة الهولندية اذا لم تعلم الولد اللغة العربية معنى هذا انه سلك الطريق لماذا لغير الفطرة صحيح يتعلم اللغة الهولندية لا اشكال لكن لابد تعلم السنة تعلم الفاتحة تعلم ويقرأ مفاتيح العلم لابد ما الذي يمنعك ان تتكلم مع زوجتك اولادك في البيت باللغة العربية ايش اللي يمنعك شيطان يريد تصل الى هذا يهوداني او ينصراني ومجساني والله لما انت تعرف هذا اكثر مني الرابع من الادلة الكتاب والسنة وهذه كثيرة جدا بل ابن القيم رحمه الله يقول ان التوحيد لا تخل منه اية لا تخل منه اية وهذا كثير والله عم او تخل منه ترجمة نانسي قنقر